الزمالك في صدارة الدوري المصري في المركز الأول حاملاً للقب هذه البطولة بـ 69 نقطة بعد 29 مباراة بيلعبها أما صاحب الوصفة والمركز الثاني حتى الآن هو بيرامدز بـ 59 نقطة من 28 مباراة بيلعبها صاحب المركز الثالث حتى هذا التوقيت والأهلي له لقاء مؤجل ولعب أقل لقاء من الزمالك ولقاء أقل من بيرامدز بـ 27 مباراة لديه من النقاط 56 نقطة طلاع الجيش بيستقر بين المقام حتى الآن في المركز الرابع بـ 45 نقطة فيوتشر في المركز الخامس بنفس الرصيد واصموحه في المركز السادس بـ 41 كل بقى الفرق اللي جاية دي في المنطقة اللي قال له إحنا الدنيا حلوة وانا كويس وانت كويس عندنا لعيب حلوة هنطلعهم ما عندناش لعيب حلوة إحنا الدنيا ماشي كويس فبنحسن مراكز بالدنيا حلوة فالبنك في فاركوف امبي سراميكا كليوباترا لاتحاد المصر إحنا بنتكلم 41-36-34-33 على الترتيب الإسماعيلي في المركز 13 بـ 32 نقطة من 27 مباراة غزل المحلة في المركز 14 بـ 30 نقطة والخناقة بقى من أول غزل المحلة على إسترن كامبني 27 نقطة إسترن الجودة النهاردة 27 نقطة موقفه بيتصعب جداً جداً الحقيقة المقولين العرب موقف صعب جداً جداً في المركز قبل الأخير بـ 25 نقطة ومصر المقصة في المركز الأخير متديراً لجدول الدوري بأكبر كم من الخسائر بـ 18 خسارة ويخسارة على مصر المقصة والله الواحد حزين نهاردة بتفرج عليهم في مباراة البنك الآلي حزين جداً جداً للحالة اللي وصلها مصر المقصة لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أنه مصر المقصة ده في وقت من الأوقات كانت فرق الدوري كلها بتعمل له حساب كان أهلي وزمالك واسماعيلي وكل فرق الدوري بتعمل له حساب كان مصر المقصة في وقت من الأوقات بيرعى في إفريقيا وكان في المركز الثاني التخطيط مهم جداً جداً أي نعم الظروف اللي مر بها مصر المقصة صعبة جداً جداً من مسألة تغيير رعاية النادي نفسه ولكن المغامرة هذا الموسم لم تكن محسوبة على الإطلاق ما كانتش مغامرة محسوبة لأنه خلاص بيدفع تمانها مصر المقصة بعد سنين طويلة أضاها في الدوري المصري وبعد صعود إلى الدوري المصري أقدم فيها مردود إيجابي وأقدم مجموعة كبيرة جداً جداً من اللعبين في لعيبة كتير جداً خرجت من مدرسة مصر المقصة إلى الدوري المصري وتألقوا في العديد من الأندية هم في الأصل خريجي نادي مصر المقصة